السلام عليكم منتج جديد راح تحدث عنه تلفزيون الموديل 48C1 من LG بتكلم عنه قاوة الشاشة المميزات والمواصفات كيف نتحكم بهذه الشاشة وأيضاً بنتكلم عن التطبيقات اللي موجودة ونظام التشغيل معكم أخوكم طارق الجاسر ويلا نبدأ في مراجعتنا طبعاً أول ما يجينا التلفزيون بداخل الكرتون عندنا خيارين إما أننا نركب القاعدة اللي تيجي معاه طبعاً هي من الخلف فقط أربعة مسامير وعلى طول تثبت وتصير وشح ليلها التلفزيون نحيف جداً جداً من أعلى لكن يعني تقريباً من الوسط يبدأ المواصفات أو الأجهزة الداخلية والعتاد الداخلي من معالج من سماعات السماعات اللي موجودة فيه خارقة جداً تدعم حتى الذكاء الاصطناعي في توزيع الصوت المحيطي معدل التحديث موجود فيها 100 هرتز وش هي المواصفات الداخلية؟ نتكلم أول شي عن المعالج الرئيسي هو A9 Generation 4 AI 4K أما نظام التشغيل فهو WebOS وهذا النظام معروف بسلاسته في التعامل في سرعته يعني بس مجرد أننا نضغط على طول طلعت لنا كافة الخيارات أقدر أتحكم كأنه مؤشر الماوس اللي يستخدم فيه الكمبيوتر وهذا يسهل علينا الاستخدام فأول ما نشغله يعطينا خيار إذا نبغى نحسن بتقنية الذكاء الاصطناعي الوجوه، الأشكال، المجسمات فحتى لو تشاهد فيلم ما تم تحسينه أو قديم شوي فراح يحسنه بتقنيات الذكاء الاصطناعي طبعاً الاحترافية ومنها تحسين حتى ما نتكلم فقط عن الوجه نتكلم حتى عن الشعر، عن لون البشرة تنقية الألوان وتصفيتها سطوع، الضوء أو الأماكن المعتمة يدعم طبعاً الـ HDR والـ SDR وأيضاً الـ Dolby HDR أما السماعات السماعة فهي بقوة 40 واط وطبعاً يدعم تقنيات Dolby Atmos في الصوت وأيضاً يدعم الصوت البلوتوث المحيطي فلو نجيب سماعات خارجية نقدر نربطها ونخليها خلفنا مثلاً بالإضافة نقدر نربطها عن طريق تطبيق Think وهذا التطبيق جداً رائع وأنا استخدمه في الجوال لما أكون طالع خصوصاً في أيام الصيف لما أكون بطلع من الدوام أدخل على التطبيق وأشغل المكيف بعدين إذا وصلت البيت ألاقي المكان بارد نفس الكلام إحنا نتكلم عن التلفزيون لو الريموت بعيد عنك وما فيك حيل تقوم وتجيبه وكذا بس افتح جوالك افتح التطبيق وادخل على التلفزيون شغله غير القنوات تحكم فيه وتقدر تتحكم في كافة الخيارات اللي موجودة فيه يعني ما يعطيك فقط بعض المميزات موجود فيه متجر LG للتطبيقات مستعرض الويب مشغل موسيقى تشغيل التلفزيون وحتى يقدر يدخل على الشبكة أنا عندي سيرفر في البيت أقدر أتصفح السيرفر أو ملفات السيرفر من عن طريق شوفوا هنا تارك الجاسر ميديا سيرفر أقدر أدخل على السيرفر على طول وأشوف إيش الملفات اللي بداخله فوتوز أو فيديو أو ميوزيك طيب وش هي المنافذ اللي موجودة بالتلفزيون عندنا من الجهة اليمنى من الخلف عندنا ثلاث منافذ HDMI وهي من الإصدار 2.1 هذا شيء جدا رائع يفيدنا في أجهزة الكمبيوتر لأنه التلفزيون يدعم نمط الألعاب وهذا اللي بيعطينا فريمات أسرع هرتز أعلى يدعم الجيم سينك عن طريق الانفيديا المنافذ الأخرى فيه منفذين اليو اس بي وفيه منفذ واحد للان أو للشبكة وفيه أيضا منفذ للصوت الرقمي ويدعم الواي فاي سواء كانت 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز أما البلوتوث فهو الإصدار الخامس نجي ندخلها الحين طبعا هذا متصل ما شبكت عليه ولا كابل ما عدا فقط سلك الكهرباء ندخل على مثلا النيتفليكس فأبغى أشوف كيف لو فيه حركة سريعة مثل هذه الأفلام اللي يكون فيها أكشن وسرعة في الحركة خل ندخل على اليوتيوب عندنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية ما شاء الله عنا قاوة هنا حاط لي الانترتيمنت أو تطبيقات الترفيه شوفوا جوي كثير من التطبيقات اللي موجودة على طول اخترت وهذا التلفزيون أوكي لينك خلاص التلفزيون الحين شغال شوفوا كيف طب وش هو تارك آيفون هذا روح دخل على صور الآيفون شوفوا كيف بس مرة رائع أني جاهزة أتحكم فيه عن طريق الجوال طيب خلنشوف نرجع ثاني مرة داشبورد Airplay خلنشوف الحين أنا مشغل جوالي أقدر أتحكم بالمكيفات اللي مربوطة في النفس الأكاونت أو الحساب الخاص بثينك عندنا أبل تيفي عندنا اليوتيوب تويتش أم الأمازون برايم شاهد أو أس أن نتفلكس كثير من التطبيقات نجي عادة الحين للمميزات الأخرى المميزات لمحبي الرياضة ممكن يدخل على تنبيهات الرياضية ويختار التنبيهات اللي يبغاها وش فريقك المفضل مثلا شوف هنا الليقة بريمير ليق وكل هذولة شوفوا كل الفرق أختار برشلونة مثلا نضاف الحين أتليتكو ماردريد خلاص الحين وش الوضع لو في مباريات الحين يقول لي أنه في مباريات في التواريخ الفلانية أو مباريات قادمة فمن المميزات أنه يطلع لي نتيجة المباراة الفلانية حتى وانا أتفرج على فيلم عندنا الأرت غالري في أنواع كثير من اللوحات يقدر الشخص يختارها فيه نقدر نغير ثيمات الشاشة شي جميل زي ما تلاحظون الآن اللي نعرض لكم على الشاشة هذه تجربة شبكت عن طريق الـ HDMI كمبيوتر LBC ولعبت وحطيت على Game Mode طبعا نقدر نغير الألوان نغير شكل Game Mode أو وضع اللعب شي رائع جدا يطلعنا كم عدد الفريمات ممكن أيضا نوع الألوان اللي نختارها يعني حتى من المميزات يقول لك اللعبة اللي نتلعبها شوتينج أو Role Play Game الـ RPG عندنا زر التشغيل الأرقام يغير لنا من HDMI إلى HDMI آخر هذه اللي فيها يمين يصار فوق وتحت والرولر ونقدر أيضا إذا تحركت يكون كأنه ماوس طبعا هذا الرجوع الإعدادات أزرار Function زيادة نتفلكس هذه كأزرار اختصار اللي نتفلكس ديزني بلوس موفيز وأيضا الأمازون برايم فيديو هنا أليكسا وهنا مساعد جوجل شعار NFC على طول يقول لي حمل تطبيق LG Think قبل ما أشغل أي لعبة بنروح عند الإعدادات شوفوا هنا عندنا Game Optimizer شغلنا الحين Game Optimizer هو اللي بيعطينا بس منقدر نغير شكل القائمة يعني فيه لون برتقالي هذا البرتقالي وفيه اللون الأخضر وفيه الفايلت اللي هو البنفسج أنا عجبني البرتقالي بصراحة وهذه كانت مراجعتي لتلفزيون LG 48C1 تحفة تقنية لوحات فنية وضع الألعاب صوت محيطي معزز بالذكاء الاصطناعي تطبيقات نظام تشغيل سريع وسلس ربط مع الهاتف الذكي وربط بالشبكة وملفاتها ومميزات كثيرة وعديدة بحط لكم في صندوق الوصف رابط هذا المنتج حتى تتعرفون على بقية المميزات والمواصفات ألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى ويريد تشرفوني بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد من قناتي كان معكم طارق الجاسر في أمان الله اشتركوا في القناة